اسمي صلاح الدين عبدالله يوسف التل أنا ولدت في القاهرة 14-4-1951 وكانت طفولتنا بالقاهرة بعدة أحياء بالزمالك ومن ثم جاردن سيتي في مصر جديدة وكان الوالد حب مصر جديدة لأنها قريبة على المدرسة اللي كنا فيها ومشينا بالدراسة بمدرسة القومية الثانوية للبنين وهي مدرسة من المدارس العريقة يعني كانت فيها أولاد عبدالناصر الثلاثة وكل آياتهم صحابنا يعني صحابني أنا وإخواني والشخصيات اللي كانت في مصر هذي كلوايت ابن عبدالحكيم عامر وأبناء الممثلين وقادة الجيش وأنا يعني عندي ذكريات جميلة أني رحت لبيت عبدالناصر حوالي سبع تمن مرات بأعياد الميلاد كل ما ييجي عيد ميلاد اسمه عبدالحميد هو الثاني الأولاني اسمه هالد والثالث عبدالحكيم يعزمنا على عيد الميلاد والدي الله يرحمه كان يتعمد يجيب هدية راقية محترمة وينبسط عليها كتير فمشيت الأمور لحد ما طبعا كانت حياة فيها رفاهية لأنه لما راح الوالد على مطر اهتموا فيه كتير ويعني كانوا يعطوا اشتراك بأحسن النوادي نادي عبدين هذا طبعا الملك فاروق ونادي هليوقلس ودائما تيجي دعوات على المناسبات الجميلة زي المفريق البرازيلي يجي لعب مع مصر تيجي دعوة بالمخصورة بالأوبرا لما تيجي فيروز وديع الصافي يغنه تيجي دعوات أنا كنت كان يحبي أخذني معه أروح معه مع أنه ما كناش نقدر هذا الاشي هذا كل واحد الواحد بطفولته إلى أن جاء العفو الملكي اللي راح نيجي عليه وعاد إلى الأردن سنة 1966 طبعا كان استقبال رائع ولا ينسى يعني شهر كامل احتفالات في مدن الشمال اطلاق نار في مطار ماركا لما نزرة الطائرة وموكب طويل عريض من المطار لإربت أجو من جميع حائل مملكة إهنو أجو القرى والجنوب والشمال وعزموا قبيلة مني حسن ومني صخر على على الغدى في مضاربهم وأجو من فلسطين الضفة الغربية وأجو من داخل إسرائيل ومشاني هنو فكانت صحيحة أيام يعني أنا حضرت أيام صعب لو عادي نساء لما عودة للأردن فضلت أنا أعمل التوجيهية بالأردن ومعد التوجيهية دخلت في معهد الطيران الملكي اللي هو في ماركا وعملت ستين سبعين ساعة طيران وكانت الشهادات الطيران يعني لساتها ببدايتها ومش بقوة الشهادة الأمريكية فرحت على ولاية فلوريدا الأمريكية ومضيت سنة ونص وعملت الدراسات الطيران اللي هي بسموها كوميرشل وإنسترومنت ومالتي إنجين يعني تجاري وآلي وخلصنا الموضوع هذا في سنة السبعين عدت إلى الأردن وكانت العمل بالطيران سهل مش زي الأيامات يعني الواحد بسهولة بلتحك بعمله كطيار فبديت كمهندس طيران في الطيار استمرت العملية عشرين سنة طلعت من طبعا في أمور كتير صارت معي بالطيران ذكريات عشرين سنة يعني فترة طويلة إلى أن تقاعدت في تسعين عملنا يعني قررت أخذ استراحة عملنا بعض الأشياء الأعمال تتعلق بالمواصلات وأشياء طبية وهيك بعدين حنيت عادت رجعت للطيران بعدها بثمان سنين وعملت ببعض الطائرات الطائرات اللي كنت تطير عليها قبل اللي هي التراي ستار سعرها نزل فبعض الرجال الأعمال الأردنيين صاروا يشتروها ويستعملوا خبراتنا عليها إحنا والمهندسين الأرضيين والكوادر اللي بتعرفي لها يعني مشان هيك وفت معهم وكنا نعمل مواسم حجوي كل هذا الحكي لسنتين إلى أن استدعوني في واحد شيخ سعودي معروف جدا من أثرياء العالم الشيخ عبد العزيز الإبراهيم اشترى طيارة الملك حسين اللي هي نفس الطيارة اللي أنا بطير عليها تراي ستار وطلب طيارين أردنيين الصحيح إحنا صمعتنا جيدة بالخليج يعني بيحبوا الطيارين الأردنيين ورحت أنا وواحد وضليتني معه حوالي سنتين ونص دفينا كل بلاد العالم يعني هو عنده أوتيل بكل عاصمة أوروبية وهواي ولوس أنجلوس كانكون الريبيرا بعدنا بالريبيرا أربعة وشهر المهم بعديها الطيارة صار فيها عطل وودناها على لوس أنجلوس يقول الأمريكان بطمعوا بالعرب خاصة السعوديين والخلايجة عملوا أشياء بسيطة فيها بعتولوا فاتورة تسعة مليون دولار يحقها تلاتين مليون دولار يقول لهم ما بدي خليها وراحتوا ضلت لحد الآن هناك يعني فعلا الواحد بحزن عليها بسبب التصرف طبع الأمريكان وشفنا لمسنا شغلات كيف بطمعوا فيه يعني مثلا أخدنا مرة على ماي كلينيك جاء بيجي السكرتير بقول الجاعة ده رح تكون يومين مادة العشرتية بيجي بقولوله ايه كل العيلة بتهتنفحص وانت في شغلة مكروبك كذا هذا يعني بدل ما يدفع 20-30 أصد دولار بحططوه نصف مليون هيك بيشتغلوا هيك بيشتغلوا المهم رجعت أنا صرت أطير بالطيران التجارية مرة تانية ولي لأن طلبوني على برضو رجل أعمال معروف بالسعودية اسمه خالد البلطان من كبار رجال الأعمال اشترى طيارة تسع عشر ركاب روحت وقعت معه ثلاث سنوات برضو كان يحب يروح على أوروبا ودبي ومصر وأمريكا مرات يعني عدت معه حوالي حوالي ثلاث سنوات وهو يمتلك نادي الشباب نادي الشباب كرة القدم حتى أنا مرة توسطط له مع بعض اللاعبين بالأردن عساس يروح وعندهم احتراف هناك وحكيت مع اتنين أبصر إذا ضبطت ما ضبطت لأنه ما تبعت بعدين بس بهدموا كتير بالموضوع كرة القدم هذا الوالد الوالد في مدينة إربت من عائلة طالما ثلاث إخوان وثلاث خوات ووالدته كانت الحياة هداك الوقت مش صعبة وجميلة يعني الوالدته عندها بقرة وبتربي صيصان طبعا والده اللي كان بيت آه تاني يبعت لهم الطحين والشغلات هاي الخضرة كانت رخيصة يعني مقرش بتشتري رطل خضار فالحياة كانت سهلة وجميلة لكل عايش يعني بتيجي بالأسبوع بتدبح لهم سيصان أو بيأكلوا لحم بالمناسبات والشغلات هاي وضمضل أيام كانت والدته اللي هي جدتي الله يرحمه تقول انه كان بالذات هو يهتم بالأمور العسكرية عم طريق الألعاب وهيك والتاريخ واللغة الإنجليزية والأشياء العلمية إلى أن جاءت سنة هو انولد سنة 1918 اللي هي السنة اللي انولد فيها السادات وجمال عبد الناصر مصادفة فلما خلص من دراسات البدائية بإربد انتقل إلى مدرسة الصلط وهي من أعرق المدارس بالأردن معروفة تخرج منها معظم رجالات ورموز البلد بعد مدرسة الصلط التحق بالحدود والجمارك اشتغل حوالي أربع سنوات وطبعا كان فيه قصص ما فيش داعي نسردها بس قصص جميلة اللي عاصروا وحكوا عنها إلى أن جاءت الحرب العالمية التانية والحرب العالمية التانية كان بلجت الجيوش تتوسع ومنها الجيش البريطاني فدخل بسهولة يعني الجيش الأردني اللي كان تحت الهيمنة البريطانية كلوب باشا وضباطه هذا الحكي سنة 1942 يعني منتصف الحرب العالمية التانية وهذا الحكي فاده كتير لأنه كان يتابع أحداث الحرب العالمية التانية والتطورات والمناظر والشغلات هاي وترفع بسرعة يعني ملازم تاني ملازم أول فرئيس بس خلال الفترة هاي عمل دورة أركان حرب أركان حرب في بريطانيا وهاي الدورة فادته كتير يعني يصلح أن يكون واحد من أمهر أو أبرز الضباط في الجيش العربي هذا التقرير باللغة الإنجليزية المهم لما رجع للأردن طبعا انبسسوا على التقرير حطوه بالقيادة القيادة اللي فيها 44 ضابط بريطاني بالإضافة لقائد العام كلوب طبعا الملك عبد الله الله يرحمه كان القائد الأعلى قاعد شهرين ثلاثة شافوه بتطلع على أسرار ما بدهم حدا يطلع عليها يعني طبعا هوا ما فرجاش إنه هذا بس هما شكوا فيه فكلوب خلى ضابط اسمه لاش يقول له يا عمي إحنا بدنا نستفيد منك موقع أهم وأفضل من الموقع اللي انت فيه إيش هو قال له حرس القوافل والحدود وهي غلطة عملوها الإنجليز لأنه بتواجدوا بحرس القوافل والحدود أعطوه مجال يعرف أشياء كثيرة اللي هي طرق المواصلات القرى الفلسطينية مراكز الأسلحة والزخيرة المواقع المناضلين مواقع البريطانيين الحساسة ومن هناك يعني رصت كمان المركز الشرطة الجديد هذا عملوه الإنجليز اللي هما فلسطين تحت الانتداف وهو يترقل بين فلسطين والأردن وحدة حال لسه الجيش البريطاني بفلسطين والأردن فيها قيادة بريطانية فضبط مره مركز الشرطة الجديد هذا مركز ضقم عملوه الإنجليز في الرملة يعني دخل هو يعني أثناء زياراته وعرف موجوداته فاتفق مع ضابط مع واحد من المناضلين اسمه كامل عريقات وهذا كان له دور أكثر من رائع مع المجاهدين الفلسطينيين الجهاد المقدس وكان له عمليات اشترك بالقسطل اشترك بكمين قافلة إسرائيلية دمرها وطولات وجولات فخبروا عن الموقع التبع البوليسي البريطاني وفعلا عمل غزوة كامل عريقاته جماعته على مركز البوليس الجديد وغنموا أربعمائة مندقية ومسدسات والأشياء التي تتعلق بالبوليس يعني الشرطة وكانت يعني ضربة رائعة على فكرة كامل عريقات هاي معلومة مش الكل بعرفها هو أول من أصدر التصريح القول الشهير إنه سأخذف بهم في البحر عن اليهود هذا الحكي بالـ 48 لبعدين أحمد سعيد أخذها منه لاحقا بالـ 76 والـ 77 بس هو صاعب الجملة الشهيرة خدم بالمرلمان الأردني كان رئيس مجلس النواب حوالي عشر سنوات بالأواقر الستينات والسبعينات لأنه الملك حسين الله يرحمه كل واحد قدم من أجل فلسطين يعني أخذ حقه يعني معا لم يتم تجاهل أي واحد وراح نيجي على أمور كثيرة بالموضوع هذا طبعا تعرف على معظم المجاهدين الفلسطينيين وبعد معركة نفي عقوب هو أصلا يعني أصبح اسمه على كل لسان بين الشعب الفلسطيني فكل المجاهدين القادة صاروا يعرفوا معرفة وثيقة ويتعاونوا مع بعض وفي عدة عمليات عملوها مع بعض وطبعا راح أحكي بسرعة النجار العدوان كمال الناصر عبدالقادر الحسيني موحي الدين الحسيني خالد الحسيني الدسوقي بهجة أبو غربية حسن سلامة اللي هو ابنه علي حسن سلامة إبراهيم أبو دية كل لياتهم حتى في واحد في كتاب بغرفية ديقي اليوم واحد زعيم معروف من المنظمة اسمه أبو داود أبو داود تبع عيلول الأسود اللي حاولوا يقتلوه بصوفيا أظنني وضلوا يعني نفد من المحاولة أكل خمس طلقات توفى من ثلاثين سنة فبيحكي مذكراته وبقول جاء أنا كان يحضر حلق التدريب للأشبال وهيك الفلسطينيين فجاء أنا للقائد عبدالله التل ووقف معي يشوف التدريب لمح طفل فلسطيني عمره 15 سنة فناداه قال له ليش مش حامل بندقية قال له مش رضيين لأني أنا صغير فطلع بأبو داود قال له أعطيه بندقية خليه يروح معهم إذا ما حارب هلا بحارب بعد خمس سنين هاي حكاها أبو داود بمذكراتهم فطبعا إحنا حكينا بإحدى الحلقات على دوره بتدمير مستعمرة نبي عقوب تدمير تام ونبر ديم ومن ثم القطمون وحكينا كيف القطمون كان مناضل إبراهيم أبو ديه بدافع عنها أثناء الهجوم اليهود عليها فكان على تواصل مع عبدالله التل بعتوا فصيلين من الجيش الأردني يذبثهم أوفرهول مشان ما يعترضوا الإنجليز وصار في قتال عنيف وشديد إلى أن تدخل ضابط إنجليزي اسمه جونسون قال له شو اللي بتسويه اسحب قواتك فوراً أو راح استعمل مدفعية ثقيلة ضد قواتك وضد المناضلين مردش عليه بعت برقية للملك عبدالله البرقية تم اعتراضها رجع أحدده كمان مرة أظن أطلق طرقه أو اثنين فالطر بعدين يسحب القوات وبعت برقية للملك عبدالله قال له يعمل الإنجليز باعوا القطمون لا اليهود لا حوله ولا قوة إلا بالله هاي بعدين أجد موضوع كفار عسيون اللي برضو تطرقنا لها بإحدى الحلقات كفار عسيون هاي منطقة تقع حوالي عشرة كيلو بعيدة عن القدس ثمانية كيلو وتقطع الطريق بين القدس وعمان الشيخ الجعبري اللي هو رئيس بلدية الخليل حكى لك لوب قال له يا عمي هاي المستعمرة أنا هتغلبكو هاي تقطع الطريق وهي مستعمرة قوية فيها أسلاك شائكة ومقاتلين أشداء وأسلحة وزخيرة ومطار كانوا فيها والمناضلين كانوا يتحركشوا فيها يتحرشوا بيها بس بسبب مناعتها مقدروش عليها فحكى لك لوب يعني بقولوا رح تغلبكو وقال له بعدين مش فاضين بنشوف وراح فشاف عبدالله التال وقال له انت رح تسمع باشي هل قريبا المهم عمل هجمتين عليها كانت مدروسة ومحضر قوات كوي بشكل جيد مدفعية وهونات وهي معركة معروفة وصلني التلفزيون الأردني عمل حلقة عنها وسمعت بإسرائيل بدهم يعملوا عنها فيلم فيلم سينمائي ليش؟ لأنه المعركة هاي راحلهم فيها يعني ديفيد بن جورين بقول تسعمائة واحد بيوميات الحرب والدي بيقول خمسمائة واحد راحلهم وهي من المعارك اللي كل سنة إسرائيل بتعمل حفل سنوية لضحاياهم ولا راح أجيك كمان على المواقع اللي إسرائيل بتعمل فيها احتفال سنوي يعني كفار عصيون وكمان ثلاث مواقع أخرى بس قاليني عنين هي كفار عصيون سقطت بالنهاية بعد قتال عنيف ودخل اشترك معه المناضرين الفلسطينيين وصار قع فيه إعدامات وما كانش حب الوالد شغلة الإعدامات واستبع الصليب الأحمر اسمه جون كروفوزي راح وهدده لأنه منع دخول سيارات الصليب الأحمر على المستعمرة طبعا حجة الوالد كان يعني تقول اتفاقية جينيفا 75376 على قائد المعركة تسهيل دخول سيارات الإسعاف إلى موقع المعركة ما لم يرى غير ذلك لسلامتها بس المشكلة انه المناضلين لما دخلوا كانوا بتركوا النار على كل شي بتحرك وما بضمن انه راح يتركوا النار على السيارات الإسعاف كان عددهم 8 أو 9 خاصة الطائرات الإسرائيلية اسقطت مواد طبية وامدادات ولها وسحبها وراحت لقرى الخليل ففيه كان خوف انه يتم اطلاق النار على سيارات الإسعاف وأصبحت كفار عسيون فيه خبر كان هلا ليش اسرائيل بتتعمل فيلم عليها؟ بدهم كيف مثلا موقعة ألمو ألمو بأمريكا تاكساس لما جيش سان تانر مكسيكي دخل تاكساس واجه قلعة اسمها ألمو وكان فيها 186 أمريكي وطالب منهم الاستسلام أو الانسحاب ما ردوش عليه فكان جيش قوي معه 4000 واحد ومدفعية وخيول وكذا فعمل أول هجوم وصدوه الأمريكان إلى أن عمل الهجم النهائية وقضى على 186 واحد ولا واحد طلع حي يخبر